كابتن حمد احنا وصلنا لآخر فقرة في البرنامج احنا بقى انا هو ثلاث ساعات اهو وجيروا معاك بسرعة والكلام فيها سالس وفيها حكايات وفيها حاجات كترة جدا وحلينا بمحمد صلاح يعني حلقة مليانة بسم الله ما شاء الله وصلنا لفقرة انت مين اما اجا اقولك انت اسمك السلاسي مين هتقول ايه حمد محمد حسين ابراهيم نوح اسرتك بتتكون من مين اللي انت عايش معاها دلوقتي دلوقتي عندي امنية خريجة كلية العلوم وعندي رضوة خريجة أنسن وعندي احمد بكريوس تجارة بس احمد ماشي في التجارة عنده شركة اسمها مينيمان ساب الرياضة ساب الرياضة ساب الرياضة والمدام لا المدام ست بيت اعضف البيت طيب احنا معنا تقارير لولادك تعال نسمع احمد حمد نوح اللي هو كنت تتمنى ان يطلع لعيب كرة انما هو اختار سكيته صح اللي هو عليك اشتغل في التجارة انده مستقبالي بس تعالسنا شو باحمد قال ايه ونرجع تاني لباقي للمومة والله اي حد بس يارف ان انا ابن الكابتن حمد نوح بصراحة يعني بيشيني فوق دماغه بيقول حكيلي عن والدي بقى حاجات وقامل ماقولين وقامل اسماعيلي وان هو كان في اسكو ورح منتخب مصر وكلمني عن يعني كل حاجة بيقول لي ان هو كان مهري جدا طبعا وان هداف والله يا والدي يعني كان عطول سابني براحة ان انا شوف مستقبلي يعني كان هو عارف مستقبلي كويس يعني ما كانش في عودي يقول لي زاكر او كان سابني اعمل اللي انا عايزه براحتي جدا وكان في سكو ما بيننا متبادلة على طول وكان بيقول لي يعمل يعني اللي انت شايفه صح فانت عميله وكان سابني بصراحة ان انا ايه هتعامل والله يعني ربنا يدي له طلطة عمره ويبقى في صحة جيدة ان شاء الله ويخلينا كده على طول في ظهرنا بإذن الله هتقول ليه لأحمد هقول له يا أحمد والله طبعا انت حبيب قلبي يا ابني وكان نفسي اشوفك كلاعب كرة كبير لكن الظروف اللي انت مرد بياها مفيش مشكلة ربنا عوضك خير وانت دلوقتي بقى اشهر مني يا كابت المصطفى ربنا ربنا دي دي صورة احمد مع الخطيبة الناس بتحبوا اوي ومعروف احمد هو احمد صلاح عندهم محلات من ايمان وعملين مبادرة ضرب الاسعار يا رب يكرمك فيه ومعروف طبعا تعالى نشوف ردوة بنتك الجميلة عاوزة تقولك ايه انا ردوة بنت الكفن حمد نوح يمكن انا ما حضرتش بابا كلاعب لكن اللي انا متأكدة منه ان بابا كان عنده شغف وحب كبير جدا لكرة القدم وكان عنده روح رياضية كمدرب تابعته وكنت بشجعه وبحضر مطشاط وعرف مواعدها وهو كمدرب هو شخصية قوية جدا عنده اسرار وعنده ارادة ودايما بيحافز فريقه بيبقى حاطة خطة وهدف ويشتغل عليه حد ما يوصله بابا كابتا محمد ينوخ كأب هو أب عظيم وسند إحنا كلنا بنحبوه وفخورين دايماً به هتول إيه الرضوة رضوة حبيبتي دي شغالة في بنك الأهل المتحد رضوة زكية جداً إحنا إينا عليك آه قوي 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 وفي أمنية كبيرة بس بتتكسف تتكلم آه ليه؟ بتتكسف ربنا خليهم لك يا رب آه عندها أدهى مؤسر أمنية ورضوة عندها زينة هنشوف فيهم حمد ينوخ والله أدهى موجود في نادي المعاولين العرب في فريق عشر سنين ولو عاوز يروح النادي الأهل هتودي النادي الأهل؟ أيها طبعاً طيب إحنا تعرفنا على جزء من عائلتك لو أقولك كابتن حمد ينوخ إنت هوايتك إيه للكورت القدم بتعمل إيه؟ بتروح فين؟ بتيجي منين؟ لا أنا كابتن هوايتي المفضلة يعني أحب أعمل خير كتير وأحب أروح الأماكن اللي فيها اللي تعمل فيها خير آه يعني ده هو ده اللي بس بش غني نعم إن أنا عايز أساعد الناس اللي حوالي مش لازم بفلوس لا 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 ممكن آه بابتسامة كويسة بخدمة آه نفس أخدم الناس يعني هي دي دي هويتي ما عندكش هواية صيد تروح تستار نا يا كابتن تروح تقعد في أي كافية إنت مع أصحابك مع الكلام؟ لا 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 أقعد في قهوة ما أقعدش في كافية آه أنا القهوة البلدي طبعا الحاجات الشعبية لإني متربي في حي شعبي بتحب العزلة؟ تحب تقعد لوحدك كتير؟ آه لا تحب تقعد في البيت إنت بيتي شوية؟ آه دلوقتي دلوقتي آه خلاص أنا بصلي العيشة وأنام وتنام آه أصعد ساعة اثنين قيام الليل وبتاعه ما شاء الله أستنى أصلي الفجر والصبح وبعدين أنام شوية أنام شوية آه وأومر وعالنادي بتقعد مع أحفادك إمتى؟ أحفادي بيجولي الخميس والجمعة خميس والجمعة آه وزينة بنت رادوة دي بتجيلي من المدرسة المصرية آه الباس يجيبها عندي أنزل أنا أستنيها وأخدها معي متعة ومامتها تيجي من البنك عليها بتحب الأكل؟ آه مش قاوة كبتن مش قاوة مش أكيل يعني آه إيه الأكلة اللي أنت بتحبها بصفة عامة؟ آه بامية البامية باللحمة الضانية آه بيبقى جنبها إيه؟ آه رز رز آه طيب بتحب تخش المطبخ كتير؟ أنت سافرت كتير وتغربت كتير لا ما بتحبش تخش المطبخ لا أعمل آهوة ليه؟ بس؟ آه 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 مزبوط ولا سكر زيادة؟ لا أبشرب آه أهوة سكر زيادة سكر زيادة، بقول لغامة ولا بقول لغامة؟ فاتح فاتح آه طيب ليك في السوشيال ميديا؟ آه على الواتساب بس؟ آه بتعامل على الواتساب مع كل أصحابي هل أنت شاف أن السوشيال ميديا أصرت على المناخ الرياضي وبوزد الدنيا كلها؟ فعلا بوزد فعلا أنه في أخبار مستليمة وفي ناس بتتاجه وتشوف حاجات تانية ما لهاش أي لازمة لكن إن أنا أبعت حاجة لكابتن مصطفى عبد وابعت حاجة لواحد صحبي أو كده دي حلوة جداً وبتعرف منها أخبار الناس بتحب الأغاني القديمة؟ آه طبعا إيه مين من الملك؟ أمو كلسوم عبدالوهاب إيه قونية من أمو كلسوم بترجعك للزمن الجميل؟ آه حيارة قلبي يا سيدي آه تحب تفرج الأفلام أبيض وسود؟ آه طبعاً إسماعيل ياسين على طول آه كله هنقولك إسماعيل ياسين آه إسماعيل ياسين عب سلام النابولسي آه شكوكو شكوكو ابنه حبيبي يا حمده شكوكو آه دمه خفيف الناس اللي دمه خفيف إيه الفيلم اللي إنت بتشوفه بيرجعك كده وبتحس كده بالبهجة والسرور وبتبقى لعد مبسوط والله آآ جعلوني مجرماً جعلوني مجرماً فريد شاوي فريد شاوي تحب فريد شاوي؟ آه حب الفتوات إنت عشان إنت من حتة آآ آآ صديقي محمود حميدة أحمر عب عزيز ولطفي لبيب ما شاء الله أصحابي أوي 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 وحتى سامح يسري سامح يسري آآ طب لي أنت عاست بقتلهم برسالة كده تتبصص كده على الكاميرا خاتلهم إيه؟ آآ أقول له محمود حميدة من زمان وهو صديقي قلت له محمود أنت حتوصل يا محمود أنت متخصص نجوم بقى ولا إيه؟ آآ فيقول لي أنا قلت له أنا بعمل متش اعتزال كان أحمد عب عزيز ومحمود حميدة فقلت لهم عايزكم كل واحد يكتب لي صفحة قلت له لو أحد يعرفنا قلت لهم أنا مقتنع بيكم أن أنتم ممثلين كبار آآ وبكرة حتبقوا جمدين جدا عدت اللي أيام وسافرت أنا الإمارات وعدت 12 سنة ورجعت والنجومية بتاعتهم زهرت آآ وأنا راكب مع أحمد جنبي لقيت محمود حميدة راكب مرسيدس ومشغل المكيف فقلت له آآ أستاذ محمود أحمد حمدي قال لي إيه ابني قال لي دا طنشك يا بابا قلت له طنشني إيه أحمد دا أنا اللي عملته بإجمال رحت جاي وقلت له يا أحميدة راح حميدة واقف واخدني نزلت اتخدني بالحد وناس واقفة كده آآ قالوا له محمود حميدة قال لهم عارفين مين دا قالوا لي آآ دا ثلاث أربعة الفروقة فيه قالوا له دا حمدي نوح بتاع إيسكم إحنا عارزينه قال لهم دا حبيبي يا أحمد أبوك حبيبي اتبسطت يا أواقف لا إزاي بقى فمكمل آآ لقيت نصطفى يونس آآ ماشي بعربية حمرة مش عارف داتسن ولا إيه آآ مازدة لا دارش عربية مازدة آآ حمرة على طريق التستراب آآ لا دارش راح واقف قال له يا أحمد دا أبوك دا كان مغلبنا آآ طبعاً قلت له يا ابني اعترفت يا ابني بأبوك عارف دكتر بكده إيه أنا محمود حميدة راح سجله بالشرع قاري الكلام دا آآ كابتن حمد إحنا حلقتنا آآ